الكتابان المفصلان التوراة والقرآن هل لا تجدوا في الإنجيل حتى الذي بين أيديهم شريعة لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ائتمر بشريعة موسى واضح؟ وثبت لهم شريعة موسى وأحل لهم ما حرم أحبارهم يعني هل الأحبار حرموا علينا طعاما حلالا من أطيب طعام الله ما بحكي على أحبار اليهود بحكي على الأحبار الذين اتبعوا سنن بني إسرائيل يعني أطيب الطعام أخي ما كان من سكن أطيب الطعام ما كان من سكن طعام المشاوير والرحل وشمات الهوى شيء وطعام المناسك شيء آخر إيش دا أقول هلأ من أطيب طعام المناسك طعام رمضان لحظ الطعام الذي يفطر عليه العبد هذا تحضره أو يحضره ما يحضره ليه؟ هذا طعام واضح أن العبد عبد لا يأكل حتى يأذن الذي في السماء الماء والطعام بيننا لا يأكل حتى يأذن الذي في السماء حتى يأدن المغرب ولا تغرب الشمس كان أيام النبي يأدن المغرب لما تغرب الشمس كان سواء إلا أن لا شيء احتنين ويبا كلك حرموا طعام الصحوة يعني النبي بيسميه الغداء المبارك فهذا غداء ليس كالغداء يعني هذا غداء مبارك بتسمية النبي المبارك عليه الصلاة والسلام حرموا كثيرا منه فبيكون أحله الله وحرموه كيف؟ أدن المغرب أدن أدن الليل يعني عيب يسموه الفجر أدن الليل لأن الفجر فجر يا شيخ هات عرابي أحسن هات عرابي نصراني أو يهودي أو مجوسي أو صابئ ما يكون وأكعدهم لا يقرأ من الكتب شيئا من كتب السماء قل له إذا طلع الفجر فأذني وقت بغيره عربي لاحظ لا تعجب إذا اتفقوا جميعا إنه طلع الفجر لأن الفجر آية بتقول الناس كفلق الصبح فإذا انفلق الصبح آية شيخ إلى أن يؤذن فجر الناس بعد إحداث الفلك بالليل ورب الليل والنهار يؤذنون بالليل حتى إمام العالمين عليه الصلاة والسلام يسمي العشاء بوقتها فيقول صلاة العتمة ويسمي الفجر بوقتها فيقول صلاة الصبح الآن المسلمون الصلاتان صلاة العتمة أطفئ أنوارهم ثم أسألهم في أي فجر أنتم وأي صبح أنتم أو حتى وهي مضوية طيب فالآن بأذن ويكون الطعام حلالة لأن إمام العالمين عليه الصلاة والسلام ورب هذا البيت يسمعنا قال الله كلوا أشربوا حتى يتبين لكم ليس حتى تشكوا قال حتى يتبين لكم حتى ابن عباس وابن عمر مرة كان عند زمزم فكان في رجلان فسألهما طلع الفجر قال أحدهما نعم وقال الآخر لا فماذا علم الصاحب العاقل أنه لم يتبين لأنه لو تبين ما اختلفها فكان يشرب قال طلع قالوا نعم فترك لأنه تبين لما صاروا اثنين واضح فقال ابن عباس كل ما امتريته يعني طول ما انت شاكك كل لأن الذي في السماء تبارك اسمه المجيد قال كلوا واشربوا حتى يتبين ليس حتى تشكوا وتمتروا شيء قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر لا ولا أحمر ولا أسود ولا أبيض ولا شيء من هذا على عتب والله قال لنا رجل بعدما سمع نعم الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قال والله مرة أعدت امرأتي الغداء المبارك اللي هو السحون فاجتمع عيالي وأطفالي للطعام يصومون يصومون وكان طعاما شهيا وسماه حقيقة كان طعام شهي فلما اجتمعوا عليه أذن مؤذنهم قال قال تركتهم وكبدي يتقطع ما أكلوا شيئا أقسم بالذي خلق السماء والأرض وأنزل الماء وأنبتت نبات كان طعاما حلالا لو أكلوا فقال الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا هذا من مثله يا شيخ شيك طيب الأحمر إذا طلع الفجر ينشق أبيض أول ما ينشق ثم يستبين أحمر فقال الإمام المعلم عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وأشارة هكذا ترجمة نانسي قنقر